اشتركوا في القناة رئيسة جمعية النور للبر رئيسة اللجنة الدائمة للجائزة اوضحت ان حجم الاقبال على التسجيل للجائزة كان كبيرا حيث بلغ عدد المشاركين في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا 120 مشاركا ومشاركة اما فرع حفظ عشرة اجزاء من القرآن الكريم بلغ مجموع المشاركين 128 مشاركا ومشاركة وكذلك فرع حفظ ثلاثة اجزاء من القرآن الكريم بلغ عدد المشاركين 148 مشاركا ومشاركة اما فرع حسن الصوت والمحاكاة بلغ مجموع المشاركين 170 مشاركا بمجموع كلي يبلغ 566 مشاركا ومشاركة وبينت الشيخ لمياء بنت محمد بن خليفة الخليفة ان حجم المشاركة يعكس بوضوح اهتمام البحرين بالقرآن الكريم وما يرتبط به من علوم وانشطة ومجالات وان جائزة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة القرآنية جاءت لتؤكد ذلك بخدمة كتاب الله عز وجل والعناية به حفظا وعلما وعملا علاوة على حث الناشئة على حفظ كتاب الله عز وجل ومدارسته والعناية به وعن تصفيات الجائزة قالت رئيس اللجنة الدائمة للجائزة ان التصفيات تبدأ في الرابع والعشرين من شهر ابريل الجاري وتنتهي بتاريخ الثالث من شهر مايو المقبل من خلال لجنة تحكيم متخصص عن بعد بتقييم التلاوات بمهنية وعلمية ومنهجية وموضوعية ترجمة نانسي قنقر